الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد حساباته الانتخابية من أجل إعادة الزخم لحملاته قبل أسبوع قليلة فقط من الاستحقاق الرئاسي أوراق كثيرة تملكها الحملتان الجمهورية والديمقراطية وخصوصا أن فيروس كورونا وتبعاته في أساس التحركات الأخيرة قبل الانتخابات الأنظار الآن إلى اللقاءات وما الذي يمكن أن تغيره فضلا عن المناظرة الأخيرة المرتقبة ومصيرها وهل يشكل لقاح كورونا المفاجأة الانتخابية المنتظرة؟ نرحب بضيفينا من واشنطن خبير السياسات الاستراتيجية في الحزب الجمهوري كريس برودم والمستشارة السابقة في البيت الأبيض خلال فترة حكم باراك أوباما باسيمة لغصين أهلا بكما إلى هذا الحوار سيد كريس ما الذي يحاول أن يفعله ترامب؟ تغريدته الأخيرة قالت أنه بالفعل انتصر على فيروس كورونا وهو سيعود لاستكمال حملته الانتخابية هل سينجح في ذلك؟ أعتقد أن طبعا ما شهدناه هو أمر فريد من نوعه وأعتقد أن الرئيس ترامب قد فاز بشكل كبير في خاصة في أريزونا وسوف نشهد حملة انتخابية وسوف يركز اليوم على طبعا انتصاره ضد فيروس كورونا ويعاود نشاطه في إطار الحملة الانتخابية وطبعا هو سوف يتوهجه إلى فلوريدا حيث ستكون محطته الأولى ضمن هذه الجولة جولة الحملة الانتخابية هو يستكمل على ما يبدو عمله وكأن شيئا لم يكن أستاذ باسيما أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار البعض يرى أنه عودت الرئيس بكل نشاط وبصحة جيدة هو بات كما يقول محصنا من ويروس كورونا يشكل ضربة للديمقراطيين لا أعتقد أنها ضربة لديمقراطيين نظرا إلى أن الاستطلاعات الأخيرة أظهرت أن معظم الأمريكيين طبعا نظر إلى تصرفاته بشأن كورونا وسلوكه إزاء هذه الأزمة كانت غير مجدية لا أعتقد أن هذا سوف يساعد الرئيس بل سوف يعزز سردية الديمقراطيين التي تقول بأنه قد أساء إدارة أزمة وباء كورونا وهو غير قادر على حماية نفسه وعائلته وموظفه فكيف بالتالي يتوقع الأمريكيون منه أن يحمي البلاد لكن بات محصنا اليوم أستاذ باسيما ألم يصبح أقوى في نظر الناخبين الأمريكيين؟ لا أعتقد أنه أقوى اليوم بالنسبة للناخبين سوف يقويه شخصيا لربما ليستمر في حملته الانتخابية واستراتيجيته التي تعتمد على المشاركة في الحشود بطبعا بطريقة يهمل فيها التدابير مثل ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي أعتقد أننا سوف نرى الرئيس يستمر في هذه الاستراتيجية التي أمرضته وجعلته مريضا هو وموظفيه هذه بطبيعة الحال التطورات التي تابعناها خلال الأسبوعين الماضيين وضعت المرشحين من دون مناظرة تجمعهما في المرحلة المقبلة كنا بانتظار بالخامس عشر مناظرة تم إلغاءها السيد كريس لكن على ما يبدو المصير نفسه أيضا سيلحق بالمناظرة الأخيرة من المستفيد من إلغاء هذه المناظرات بداية؟ بصراحة أعتقد أن الرئيس لم يكن يريد أن يجري محادثة أو مناظرة عفوا عبر الإنترنت لأن هذا لم يكن يناسبه وطبعا بالتالي لم يكن يرغب في المشاركة بذلك وأعتقد أنه بالنسبة للمناظرة لم يكن هناك من احتمال أو من إمكانية لإيصال مرادهم طبعا الأمر يقوى على الجهتين وله تبعات على الجهتين الكل يعلم أن المناظرة الأولى لم تكن ناجحة ولم تكن طبعا لاقت الكثير من الانتقادات يمكن طبعا أن تجري المناظرات المناظرتين الثانيتين الأخيرتين ولكن الأمر لم يحدد طبعا المناظرة الأورى لا تملي على الشعب الأمريكي أرائه ولا تجعله يتخذ قراراته طبعا الكثير من الأمريكيين اتخذوا قرارهم أصلا وأن مشاركة رئيس في المناظرة أولى لا تغير الكثير لن تغير أيضا أراء الولايات المتأرجحة أستاذ كريس كان كل الأمال معلقة على هذه المناظرات بالفعل تحديد مسار هذه الولايات لا أعتقد ذلك بالفعل لأن المناظرة نعم يمكن أن نرى من خلالها معلومات وفهم معلومات ولكن الواقع هو أن طبعا حتى في الولايات المتأرجحة لنعود إلى المناظرات بين نائبي الرئيسين وطبعا هذا أيضا كان في إطار حديث وأن الرئيس ترامب ونائب الرئيس بايدن في مناظرتهما كان مفعمين بالنشاط وكانت مثيرا للاهتمام هذه المناظرة إذن بالنسبة للولايات المتأرجحة في هذه حتى في هذه الولايات أعتقد أن الأمريكيين قد حسموا قرارهم وحتى لو لم يقوموا بذلك فالمناظرة برأيي لن تغير شيئا كبيرا وخاصة عندما يتعلق الأمر في هذه الولايات مثل بنسلفينيا وفي غيرها سواها من الولايات مثل نورس كارولينا أعتقد أننا سوف نرى تأرجحا وسوف نرى زيارة للسيد بايدن لمعظم هذه الولايات ولكن سيد ترامب طبعا يقوم بأداء جيد ولا أعتقد أن هذه المناظرات سوف تشكل فارقا كبيلا وطبعا أعتقد ما هو مهم هو ما يحدث إذا كورونا فيروس إذا وضع كورونا فيروس أستاذ باسمه هل يستفيد المرشحة جو بايدن من إلغاء المناظرتين الرئاسيتين إن تم ذلك يعني هو كان أول من طلب بإلغاء المناظرة الثانية بعد تأكد يعني المرض على الرئيس ترامب هو قال بأنه لا يريد للمناظرة تجري شخصيا بل على زوم ولكن سيد ترامب لا يريد أن يخضع لأي مناظرة أو يشارك في أي مشاركة طبعا بالنسبة لأهمية أو مفاد إفادة المناظرة الأولى أنا أتوافق مع زميلي بأن المناظرة الأولى كانت مضيعة للوقت في الواقع لجميعنا وأعتقد أيضا أننا في هذه المرحلة طبعا الوقت متأخر ولا أفهم لماذا كمنا بوضع تحديد موعد للمناظرات قريبة جدا لهذه الدرجة من موعد الانتخابات لأننا في هذه المرحلة فإن الأمريكيين طبعا قد حسموا أمرهم طبعا يمكنهم أن يستفيدوا من مزيد من المعلومات عندما يتكلم بكل مرشح على حدة شرطة لا يتم مقاطعة كل مرشح المكبل الآخر فبالتالي المعلومات تضيع في هذه الحالة إذن أنا أتوافق مع الرأي القائل بأن المناظرات تأتي بوقت متأخر وإذا ما أردنا أن نعرف المزيد من المعلومات عن بايدن أو عن ترامب فيجب الاستماع إلى كل منهما على حدة الرئيس ترامب يغرد قبل لحظات أستاذة باسمة هو يعتبر أن كل الأرقام التي تظهر حاليا بما يخص نتائج استطلاعات الرأي وكل ذلك يضعه في إطار الأخبار الكاذبة وهو يقول أنه اليوم بات لدي سابورترز أو مؤيدين أكثر من عام 2016 وبالتالي يقول في الختام الثالث من نوفمبر سيكون يوما عظيما لأمريكا على ما يستند يا أستاذة باسمة الرئيس في هذه التغريدة الواقع هو أن استطلاعات الرأي هي تتغير بشكل كبير في عام 2016 الاستطلاعات تنبأت بفوز كلينتون الأمر الذي لم يحصل وهذا درس يجب أن يأخذ به الديمقراطيون بأنه لا يجب أن نأخذ الأمور وأن نتكل على نتائج الاستطلاعات وأن نكون كسالة إذا صح التعبير طبعا لا يجب أن نقول بأن حكما سيد بايدن سوف يفوز باستنادا إلى نتيجة الاستطلاعات بل يجب أن نتحل بالشجاعة والحماس ونذهب للتصويت قد تكون النتائج متقاربة جدا نتائج 2016 قد نعيد السيناريو نفسه في هذه الانتخابات حتى الكل يعلم أن السيدة كلونتون كان لديها عدد أكبر من الأصوات ولكنها خسرت لا نريد أن نكرر هذا السيناريو إذا ما كان يتقم تقدما في الاستطلاعات فهذا لا يعني حتما أنه سوف يفوز سيد كريس اليوم الولايات المتحدة تعيش أزمات متعددة خصوصا بعد ما أتت هذه الأزمة أزمة فيروس كورونا وأنهت العديد من الوظائف وجعلت عدد كبير من الأمريكيين بالفعل يعيشون من دون وظائف اليوم على ما يستلد باعتقادك الرئيس عندما يقول أنه مؤيديه باتوا أكثر بكثير من العام 2016 أريد بداية أن أقول بأن كورونا فيروس طبعاً هو لن يحتم المسائل وطبعاً وعندما يتعلق الأمر بالانتخابات أريد أن أقول أن نانسي بيلوزي يمكنها أن تتوصل إلى اتفاق وطبعاً في الأمس شاهدنا قرارات بشأن أو محادثات بشأن حزمات التحفيز وهذا أمر أيضاً سوف يكون ذات أهمية كبيرة وأن السيد ترامب يحاول أن يجعل الأمول تمضي قدماً ولكن هذه المسألة طبعاً هي دقيقة من الناحية الاقتصادية بخاصة مع خسارة الوظائف التي يوشها الأمريكيون إنها مسألة حزينة ولا يمكننا أن نستخف بها طبعاً لدينا ملايين ألا وألاف الأمريكيين الذين يعانون مشاكل ألاف الوظائف أعلن أولنا عن خسارتها في الأسبوع الماضي فقط إنها مسألة مهمة جداً وإنها مسألة محزنة وطبعاً هذا يمتد على عدة أشهر وإن تصحيح الموضوع سوف يتطلب وقتاً وطبعاً الأمر مهم من أجل استئناف الأعمال في الولايات المتحدة ومن المهم أن نحاول الاستمرار بالرغم من هذه الصعوبات هناك الكثير من التوترات من الجهتين بهذا الشأن برأيي أنا شخصياً وأعتقد أن هذه مسألة مهمة يجب التركيز عليها أعتقد أنه إذا لم نقم بفعل أي شيء قبل الانتخابات طبعاً قد هذا يؤثر على المستقبل وعلى الفترة المقبلة الناس طبعاً يعانون وهذا أمر لا شك فيه الأشخاص سوف يصوتون على هذا الأساس وهذه مسألة حساسة جداً في الولايات المتحدة وطبعاً من هنا أهميتها بالنسبة للجهتين البعض يرى سيدة باسمة أن الديمقراطيين يبنون آمالهم الانتخابية على ما يعيشه الناخبون الأمريكيون اليوم من أزمات هل توافقين على ذلك؟ أعتقد أن هذه الانتخابات فريدة لأنها ليست انتخابات تقليدية بين إيديولوجيات متناقضة تتنافس مثل إيديولوجيا لبرالية وأخرى محافظة أعتقد أن معظم الأمريكيين الناخبين هم طبعاً يريدون معرفة من سوف يدير أزمة كورونا فيروس مثلاً بشكل أفضل وهذا سوف يكون سؤالاً مهماً سؤال اليوم سؤال ما إذا ما كان للأمريكيين ثقة بأن رئيس ترامب قادر على إدارة هذه الأزمة فهذا الأمر سوف يؤثر كثيراً في القرار لكن سيد جو بايدن لو كان هو الرئيس والسادة باسمة كيف كان ليدير هذه الأزمة؟ حسناً أعتقد أن هذا سؤال ممتاز بالفعل أعتقد أن جو بايدن قال من قبل أنه من المهم أن يكون هناك استراتيجية وطنية نمطية وموحدة لاستجابة كل ولاية لهذا الوباء بالنسبة إلى الأعداد استناداً إلى الأعداد وقد طالما أيضاً شدد على الاستثمار في تطوير المعدات الحماية الشخصية وتطوير لقاح وإجراء الفحوص السريعة ومن المهم جداً أيضاً أن يقود الرئيس البلاد وأن يكون مثالاً يحتذى به ومصدر وحي للأمريكيين لكي يدركوا أن هذا العدو هو عدو لجميع الأمريكيين وما من سبب ليمنع أو يحولوا دون تضامن جميع الأمريكيين بمكافحة هذا الفيروس وطبعاً هذا التضامن كان منذ أيام الرئيس بوش وطبعاً هناك ضرورة لتضامن العسكريين ورجال الإدفاء ورجال الشرطة وطبعاً إذا ما كان يستطيع سيد بوش بعد 2011 أن يقوم بذلك عندما شهدنا هذا التضامن خلال تلك الأزمة لا أرى لماذا لا نستطيع أن نقوم بذلك اليوم والحل قد يتمثل ببساطة بارتداء قناع لحماية البلاد الرئيس ترامب سيد كريس كان يراهن على لقاح لفيروس كورونا قبل موعد الانتخابات الرئاسية ماذا لو لم يحصل ذلك؟ يعني على ما يبدو كل المؤشرات تدل على أن اللقاح سيكون بعد الانتخابات الرئيس ترامب ذهب أبعد من ذلك ليتحدث عن أدوية ممكنة هو الأدوية التي تناولها خلال مرضه وبالتالي هل سيكون لهذا الملف تأثير على نتائج الانتخابات؟ حسناً لا أعتقد ذلك فعلاً أعتقد كما قالت السيدة باسمة أن من المهم طبعاً أن نساطر على وباء كورونا ونحسن الاقتصاد ولكن بالنسبة للقاح سوف نحصل على اللقاح في نهاية المطاف ولكن من المهم أن يكون هذا اللقاح ناجحاً ومن دون أي عراض جانبية لا أعتقد أن هذا سوف يحدد نتائج الانتخابات من المهم جداً أن نتوصل إلى اللقاح يكون فعالاً كما ذكرت وليس توصل اللقاح فقط لمجرد تحقيق التوصل إلى اللقاح قد نحصل على إجابة في خلال الأسبوع المقبلة إلى حينها يجب الاستمرار في التباعد الاجتماعي وطبعاً مراقبة سلوكنا وأعتقد أن السيد ترامب يعلم ذلك بشكل كبير ولا أعتقد أن مسألة اللقاح سوف تكون مسألة أساسية يعتمد عليها بالنسبة للانتخابات وبصراحة أعتقد أن هذا الأمر يبين خطورة هذا الوباء لأن السيد ترامب الذي كان محصناً ورغم ذلك قد أصيب بفيروس كورونا وهذا يبين أنه ما من حدود بالنسبة لهذا الوباء وما من رادع له وطبعاً لا يمكننا أن نقوم بشيء نحمي نفسنا 100% من هذا الفيروس وأعتقد أن هذا الفيروس قد يصيب أياً كان أستاذ باسمة بأقل من دقيقة هل يخشى جو بايدن وديمقراطيون أوراق جديدة يشعرها الرئيس ترامب في اللحظات الأخيرة؟ لا أعتقد ذلك فعلاً في المرة الأخيرة في عام 2016 دونالد ترامب كان استفاد من طبعاً من الإظهار أو الكشف عن عدد من المفاجآت أما اليوم فنحن نعرف تكتيكاته ونعرف سبله وطرقه وكيف يتصرف ونحن مستعدون لذلك سنكون بانتظار بطبيعة الحال ما ستحمله الأيام الأخيرة قبل انتخابات الثالث من نومبر شكراً جزيلاً للمستشارة السابقة في البيت الأبيض خلال فترة حكم باراك أوباما باسمالغ صين وشكر موصول لضيفنا من واشنطن خبير السياسات الاستراتيجية في الحزب الجمهوري كريس برودم